موضوع جديد من موضوعات مهارات اللغة العربية وهو التقرير والتلخص التقرير هو وصف تفصيلي لما يدور في الأعمال تأتي أهمية التقارير فالتقارير ذات أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمعات لا يستغني عمل في الوجود عن هذه التقارير المسؤولون يحتاجون إليها كثيرا لأنه من خلالها يقوم العمل ويجود فالتقارير تعد في كل مجالات العمل وهي يعني تحفظ الأعمال ومن خلالها تصحح الأخطاء تقوم الأعمال توضع التوصيات التي تؤدي إلى تطور العمل وتحسينه ما هي صورة التقرير؟ تأخذ صورة نماذج معدة سلفا عادة أن يكون فيه نموذج معد سابقا للتقرير والتقارير ثلاثة أنواع هي أقسام ثلاثة تقرير عن عمل منجز منتهي أو تقرير عن عمل ما زال قائما أو تقرير عن عمل ما زال عمل مفتوح عمل مستمر لفترة طويلة للتوصل إلى نتائج معينة في هذا العمل الذي يعني ما زال قائما كيف تكتب التقارير؟ أسلوب كتابة التقرير ينبغي أن يراعى فيه ما يأتي وضوح الأسلوب وخلوه من الخيال والعاطفة والاهتمام بإبراز الحقائق مع الإيجاز غير المخل معنى أنه يكتب بطريقة تقريرية خالية من الأدبية خطوات كتابة التقرير أولاً تجمع المعلومات بدقة موضعية حول هذا التقرير ثانياً تصنف المعلومات والحقائق نحن جمعنا المعلومات وصارت عندنا نبدأ في تصنيفها بحسب أو لنعرف احتياجنا منها ثالثاً التوصل إلى نتائج معينة بعد فحص هذه المعلومات الفحص الدقيق الجمع الدقيق للمعلومات يأتي التوصل إلى نتائج من خلال هذه المعلومات ثم وضعوا إطار التقرير وسوف يوضع إطار التقرير في ظل هذه المعلومات وعادة يشتمل إطار التقرير على مقدمة وبيانات التقرير ومضمون التقرير أو المحتوى العام للتقرير والتوصيات والنتائج هذه إن وجدت وهي عادة توجد يعني والملاحق والملاحق أيضاً ليس بالضرورة أن تكون موجودة ممكن تكون موجودة وممكن تكون غير موجودة أخيراً إعادة قراءة التقرير قراءة متأنية لاستدراك ما فات أو تصحيح خطأ وقع في التقرير إذن مراجعة التقرير هي آخر خطوة من خطوات كتابته الأمور التي ينبغي مراعاتها عند كتابة التقرير تحر الدقة والموضوعية والنزاهة والحيدة الذي يكتب التقرير يجب أن يكون متجرداً وأن يكون دقيقاً ويعني مثل ما نقول عارفاً بعمله ثانياً التأكد من صحة المعلومات والصدق في أدائها وهذه صفة مهمة جداً في من يكتب التقرير يجب أن يتحرى أن تكون المعلومات معلومات صحيحة ومعلومات دقيقة وأن يقدم هذه المعلومات بمصداقية عدم تدخل الأغراض الشخصية في كتابة التقرير نزاهة يجب أن يكون كاتب التقرير نزيهاً وأن يتجرد من أهوائه الشخصية ترجمة نانسي قنقر